يعني خلينا في الأول كده سؤال بسيط ويعني صريح جداً إيه مشاكل الإفراط في استخدام المكملات الغذائية زي الوي بروتين والحاجات دي كلها اللي بيستخدموها أي حد بيروح الجيم وعايز يبني عضلات تعالوا الأول نفرق بين المكملات الغذائية وبين الفيتامينز لأن أغلب الفيتامينز التي بيتكتب عليها مكمل غذائي المكملات الغذائية احنا عندنا ثلاث أنواع نوع بيتعبل بشكل نظيف جداً ومعمول في مصانع عالمية ولكن مشاكله فين بقى في الجسم لما بتتخزن زي ما حضرتك قلت دلوقتي في الكبد أو على القلب أو أثناء خروجها تأهد مشكلة على الكلا في نوع تاني بيحتوي أو ملوث بهرمونات الزكريا اللي هي تسوسيرون هرمون دي بقى مشكلتها في إيه النهاردة شبابنا لما بياخد المكملات دي يهموا إيه يهموا أنه يكبر عضلاته وعايز يعمل الشكل اللي احنا بنشوفه اللي هي فورمة الساحل وفورمة عمر دياب وإلى آخره اللي هي بيسألك عليها في الجم لما أنت بتروح هناك مشكلة الهرمونات أنها لها مشاكل لها حصرة لها بداية بتبدأ تعمل نوع من الحبوب اللي احنا بنروع عليها حب الشباب بشكل بشع جداً سواء إذا كان على الصدر أو على الظهر أو على الوش دي حاجة الحاجة التانية أنها بتؤدي إلى أن يحصل حاجة اسمها سيكشوال ديسفونكشن أو اللي احنا بنقوله عليها العيوب الكنسية اللي بتحصل للشباب بتؤدي إلى العقم بتؤدي إلى السرطانات بالنسبة للبنات بتؤدي إلى إزالة الصدر تماماً وممكن تلاقي بنت من البنات اللي بلعبوا رياضة وبتأخذ هرمونات في المكملات الغذائية أو هرمونات صرف بيحصل عندها نوع من الإيه إزالة الصدر تماماً بيطلع لها شنال يعني بتبع عندها ماسكلين ماسكلين زيش بيتبص تلاقي أن صوتها بيبقى جاشة زيها زي الراجل بالزبط يعني بتخلي الست أكثر ذكورة والرجل أكثر أكثر أونس يعني بتلعب في الهرمونات وخدوا بالكم من حاجة أن ازدياد الهرمونات بين الشباب أدى النهاردة إلى ظهور المثلية صحيح ليه؟ لأن الجسم بدأ بيحول الهرمون التستوسيرون الزيادة إلى هرمون الاستروجين فبدأ يدينا الشكل المثلي اللي هو بدأ ينتشر النهاردة في العالم كله نيجي تبقى بعد كده السرطانات اللي موجودة دي التي لا حصرة لها كمان الهرمونات دي بتساعد على توقف القلب نتيجة تعامل الولاد مع الهرمونات بشكل في ميسيوز أو نتيجة استخدام سيء للغاية وعندنا أمثلة كتيرة جداً وأخيرهم كان الرجل الروسي اللي مات من حوالي أسبوع قالوا عليه أضخم رجل في العالم نتيجة تعهد تعامله مع المنشطات ومع المكملات الغزائية النوع الثالث من المكملات ده اللي بيتعامل تحت السلم وهذا بيبقى عبارة عن بدر السيراميك بدر السيبداج إلى آخره ودي طبعاً نهايتها الحتمية هي السرطانات كارسة طبعاً كارسة الكجيم طبعاً دي حاجة كويسة جداً ويعني حاجة طبيعية للولاد انهم تروح تتمرن فيها وتربي عضلاتها بشكل طبيعي هو مش متسرح هو عايز ياخد الشكل اللي مش في زميله العادي يعني هو لو راحت مرة النهاردة في الجيم بدون هرمونات مش هيحصل أبداً نشوف الشكل اللي انت بتشوفه البشعة ده ده فيه كمان حاجة تانية ده فيه كمان بيحقنوا نفسهم بمواد بتبقى لوكل أو بتبقى محددة زيت الزيوت الزيوت